اشتركوا في القناة مشروب بسيط وبتمن بسيط هرفع مستوى زكاء الطلاب في فترة المتحانات مشروب سحري وفعال 100% طبعا فترة المتحانات دي هتعاوزين اولادنا تركز عاوزين يكونوا دايما الاوائل ومعظم من الهات بشتكم من مشكلة النسان لدى التلاميذ وولادنا بينسهم بيعانهم مفيش تركيز مفيش حفظ مفيش 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 طب نشوف الحل ايه والله هنشوف الحل وصفة فعالة وجميلة جدا وبسيطة جدا كل اللي احنا محتاجينه اللي احنا هنجيب حاجة اسمها لبان الضاكر لبان الضاكر ده هتلاقيه عند العطار ده بيحسن الزاكرة جدا طب اللبان الضاكر ده بيعمل عليه رفع معدل الزكاء التركيز وتقوية الزاكرة للتلاميذ خاصة فترة المتحانات كل ما هنحتاجه هو اربع حبات من اللبان الضاكر ده ذات اللون الفاتح كوب من الماء كل ما احنا هنفعله اللي احنا هلتزم بالخطوات اللي هنقولها دي هنحط حبات اللي بان الضاكر في الماء ونتركها منقوعة في الماء طوال الليل وفي الصباح بس دايما يا ريت تغطوها لان النبي صلى الله عليه وسلم قالك دايما الحاجة هنغطيها والصبح نقوم نصف المشروب ونتناوله على معدة فارغة على الريء قبل تناول وجبة الفطار بنوص ساعة يعني قبل ما تفطر بنوص ساعة كل اللي فيها هتصفي المشروب ده من اللي هيبقى موجود فيه البقايا اللي بان الضاكر وهتشربه على معدة فارغة على الريء قبل الفطار بنوص ساعة واحنا بننصح بتناول المشروب ده يوميا خلال فترة الامتحانات ليه هايقاوز زاكرة قالك المشروب ده يعد مشروب سحري لانه بينشط خلايا المخ ليحتوى على الشاي الاخضر فهو يحتوى على عناصر مفيدة بتساعد في زيادة تنبيه الدماغ وبالتالي زيادة في التركيز وبالتالي ايضا الزنجبيل بيعمل على تحسين صحة الدماغ برضو عشان بيحتوى العليم من مضادات الاكسادة وهنحتاج برضو هزين المكونات كوب من الماء ملعقة عسل بسيطة اوي بس عسل طبيعي ملعقة صغيرة من الشاي الاخضر عصير ليمون ملعقة يعني معلقة صغيرة كده من الزنجبيل وكل ما هنقوم هنقامل ايه هنحط في الميا في اناء ونحطه على النار ونسيبه يغلي ونخلط الزنجبيل مع الشاي الاخضر ونحطهم في كوب ونحط عليهم الماء المغلب ونقلبهم وبعد كده نقوم باضافة عصير الليمون والعسل الابيض مع الاستمرار احنا نقلب وبعد كده نشربه خلال فترة حاجات بسيطة ولذيذة وبتقوي الزاكرة يبقى خلاص عرفنا الموضوع اللي بنا ندكر وقلنا المشروب يعد مشروب سحري بيقوي الزاكرة وبنشط خلال مخ عشان كده بيحتوي على الشاي ايه اللي اخضر بيحتوي على ناصر مفيدة جدا ده قصة الجنزبيل وقصة الوزنجبيل او الجنزبيل زي ما انتم بتقرأوه او بتشوفوه وقصة اللي بنا ندكر تمام حاجات بسيطة يا جماعة هنجيب كوبات مية ملعقة عسل وملعقة صغيرة من الشاي الاخضر وعصير الليمون وملعقة صغيرة من الزنجبيل وكل ده هنقوم بوضعه في المية في اناء بسيط قوي ونحطه على النار يغلي ونخلط الاثنين مع بعض الجنزبيل مع الشاي الاخضر ونحطهم في كوب واحد نحط عليهم ماء مغلي ونقلبهم كل ده باضافة عصير الليمون وعصر الابيض ونستمر في التقليب ونتناوله يوميا خلال فاطرة الامتحانات ده كانت معلومة قبلتني فقلت لازم اقولها لحبيبي ياريت ننشرها حتى تعمل فائدة حاجة بتسعيل التركيز وزكاء ابنك او بنتك او انت شخصيا وتكون فعالة 100% ان شاء الله ننشر خبر حتى تعمل فائدة معلومة مفيدة ما تبخلش على العلم الغيرك هدى لها الخير كفاعله اشترك في كناه حتى تصبح كل جديد ودعمنا في قناتنا اجيال اندلس ودعمنا في قناتنا التانية كان معكم اسامة رزي مؤسسة جيال الاندلس في امان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة